السلام عليكم اعزائي عزيزتي. مرحبا بكم على قناة الحميدي. اذا اذا ربما شي حاجة لي غير معتادة. اخوتي فقد فتحت قناة جديدة اه دول اسم ديالا كما كتشوفوا معايا الحميدي فلوك. اذا اخوتي كنتمنى على انكم دخلوا تشاركوا في القناة ثم تفعلوا الجرس باش توصلوا الجديد. اه فقط طعني للاشارة باناني ما غديش نبدأ ان شاء الله في تنزيل الفيديوهات في هاد القناة هدي حتى تسالوا الامتحانات ديالكم وحتى ان شاء الله يعني دوزوا حتى بالنسبة الناس اللي هتخرجوا من السيدركيا هدي نبقى معهم ان شاء الله حتى تخرجوا من السيدركيا وتايدوزوها وان شاء الله تخرج النتائج عادة هنبدأ بنحطوا الفيديوهات فهدي. اذا اخوتي كنتمنى بحقيقة انكم ما تبخلوش بالشراك وتفعلوا الجرس. اذا سأمر الى اه تحليل اه النص اه الطبيقي اه لاتجاه سؤال ذات. اذا هاد الامتحانة ده بتعطى اه في الدورة الاستدراكية ديال الفين وتلتاش. اذا اخوتي كما كتعرفو على انني في القناة حطيت اه بديت معاكم من الاول حطيت احياء النموذاج النص النظري ديال احياء النموذاج ثم احللت معكم النص تطبيقه ديال احياء النموذاج. وها انا دبا غدي نزل لكم الى سؤال ذات. اذا هاد النصوص لاحظتكم دبا فهي يعني مرتبة بهذا الشكل هذا اذا اذا هاد النص نمر الى اه القصيدة. اذا يقول الشاعر احمد رامي في قصيدته نعمة الالم. اذا قصيدة عنوانها نعمة الالم. اه غدي نقرأ لكم فقط يعني غير الجزء اه او لا يعني القسم الاول ثم القسم الثاني غدي نخلي لكم باش قرأوا انتما. اذا حسبوا شقاء النفس في الالم وضمارها وضمارها في خدعة الاوهام. واذا خلوت الى الاسى نادمته بشكايتي وحصرت عن اصقامي. واذا خلوت الى الاسى نادمته اذا اتشه الى الالم والحزن بشكايتي نادمته بشكايتي وحصرت عن اصقامي. فوجدت في الشكوى لنفس راحة اذا فوجد يجد في شكوى لنفسه راحة. كيش كي على راسه. من حزنها وازلت طول سقامي. والنفس ارفق بي واكثر رحمة ممن يضمد بالحنان كلامي. ولقد سحبت الدهر في اتواره وشرعت في بحر الحياة الطامي. فاذا السرور بها قصير عهده واذا الشقاء بها رفيق دوامي. واميل للاخلاص حتى للاسى واعافى رغد العيش غير لزامي. اذا لاحظوا معي هنا اه في بداية اه هذه القصيدة اه في بداية هذه القصيدة اه في بداية هذه القصيدة اذا اه اه يميل الشاعر الى ماذا الى منادات الى منادات اه الاسى ورغبته في الشكوى اه له. واذا خلوت الى الاسى نادمته بشكاية واذا يميل الى الشكوى الى منادات الاسى ورغبته في الشكوى. على اه عكس اه ما اه يعتبر الالام مصدر شقاء للنفس. فوجدت في الشكوى لنفسي الراحة من حزنها وازلت طول سقامي. ثم ينتقل معي الى اه الفكرة اخرى اه الا وهي احساسه اه براحته في الشكوى واعتبار النفس ارفق به. والنفس ارفق بي واكثر رحمة ممن يضمد بالحنان كلامي. اذا اه باعتبار النفس ارفق به من حنان الاخرين. دن يميل الى الشكوى اه الى نفسه عكس مثلا اه ان يشكو على اه اه يشكو همومه اه الى الاخر. طبعا ثم انتقل الى فكرة اخرى اه وخلال اه ادراك ادراك اه ادراكه اه ادراكه اه من خلال تجربته في الحياة. ان عهد سرور قصير. فاذا السرور بها قصير عهده واذا الشقاء بها رفيق دوامي. وان الشقاء اذا اعتبر بان السرور قصير. سرور قصير. وان الشقاء رفيق دوام. ده ان الشقاء دائما ملازم له لا يفارقه. اه مما يعني جعله اه يميل واميل للاخلاص حتى للأسى. يميل الى الاسى. اذا اللحظوا معي الاخوان على ان من خلال هذا يعني غد المقطع هذا اه من يعني القصيدة من بداية يعني فقط يعني الجزء الاول. لحظوا معي لانه اعطوا ثلاثة الافكار. ثلاثة الافكار. اذا اللحظوا معي الى اه قلت لكم على انه هي النموذج فيه يعني اه تعدد المواضيع. اه فانا في سؤال ذات اه هناك يعني وحدة الموضوع. اذا ممكن تلقاوا يعني اه موضوع واحد يتحدث عنه الشاعر من بداية القصيدة الى اه نهايته. اذا حنا قد نشوفها كله ان شاء الله في التحليل. كله قد نلقاه في التحليل ديان له. اذا نشوفوا معي اه الجزء اه التاني. انا قد نخليه لكم انكم باشتقرأ. وقفوا الفيديو وقرأوا الجزء التاني. طبعا باش ندوزوا الى اه اه تحليل ديانا. اذا اه هذا اه النصف هو لي احمد رامي ديوان رامي دار شروق. الطبع الاولى الفين القاهرة مصر صفحة اربعين واحدة واربعين بتصرف. اذا هنا اعطونا التعريف ديالشاعر. احمد رامي ولده سنة الف وتمنمية واثنين وتعين سوفيه سنة الف وتعمية واحدة واثنين شاعر غنائي مصري. لقب بشاعر شباب له اغاني رامي وديوان رامي. اعطونا اعطونا يعني لبعض الدووين او للمؤلفات دياله. ثم ايضا اعطونا شروح بعد شروح لغوية. حسرته. اذا كشفته. حسرته عنه. كشفته. اظهرته. اه كلامي. جراحي. الى غير ذلك. الان سامر الى الاسئلة. اكتب موضوعا انشائيا متكاملا تحلل في هذا النص مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمناجية واللغة يمسر شدا بما يأتي. تأطير النص دمن سياقه الثقافي والادبي. اذا مقدمة. اه اذا مقدمة. اه الاخوان للاشارة. اه انا غد نخلي لكم المقدمة. والخاتمة. غد نخلي لكم في الرابط. اللي غد تدخل وغد تلقاه تحت. في صندوق ديال الوصف. اللي ان شاء الله غد يتلقاه في المدونة اه ديالي. ثم سؤال موالي. تلخيص مضامين النص. تلخيص لمضامين النص. سؤال الموالي. تحديد الحقول الدلالية المهمين في النص. والمعجم المرتبط بها. ونحددو الحقول المعجمية. والمعجم المرتبط بها. وابراز علاقتها بذات شاعر. تروري هاد الحقول المعجمية. شنون العلاقة اللي كتربطون بذات شاعر. سؤال موالي. رصد الخصائص الفنية للنصي. وتحديد وظائفها. اذا غن نحددو هاد الوظائف ديال هاد الخصائص هذي. بالتركيز على البنية الاقاعية. اه بالتركيز على البنية الاقاعية والصور شعرية. اذا الاسأليف ما اعطوهاش لنا. اذا ما كي لاش يندر الأساليب. كي لفكوم اللي يعتبر رسول عماره فهم زيان وغيمشي يدر لنا الغيمية الاقاية وديرنا الصور الشعرية. كي اللي فهم وكي اللي ما كيقرر السؤال مزيان. كيقرر فقط عنية الراسة الخاصة صحيات الفنية. وغارف بان الراسة الخاصة الفنية رأيها فيها البيانية الاقاية وفيها الصور الشعرية وفي الأساليب. وكيمشي تريد هذه ها الاساليب هو يوم طلباش. وارغة تاخد لك الوقت الاخ او الاخت. ثم اخيرا صياغة خلاصة تركيبية لنتائج تحليل. لبين مادة تمثيل النص لتجربة سؤال ذات. اذا كما اه سبق وان اشرت قلت لكم ان المقدمة والخاتمة راني كتبتها. غدي نخليها لكم في الرابط اه اللي غدي نخليه في صندوق الوصف. اذا شوفوا معي. تقتر نص ضمن صياق الثقافي والادابي. ما قالوا لناش مع صياغة فاردية. اذا فاردية ما كي لاش انا نخرجها. ما كي لاش اننا انخرجها. طبعا. اذا انا غدي ندوز لكم الى اه العناصر دي الاجابة. اذا اه العناصر دي الاجابة هي على الشكل التالي. اذا مقدمة كما قلت لكم. هالشروط اللي خصيت تكون في المقدمة. يا دي انا اه في المقدمة راني كتبتها لكم بالشروط اللازمة. واللي ان شاء الله الى حفظتها. اه ف اه غدي تكون يعني اه مزيانة وغا تكتبوها ان شاء الله في حالة مما انا عطاوكم اه سؤال فقط للاشارة على ان اه من المحتمل انه يتحط يعني الشعر اه بالنسبة للناس اللي هيتحط لهم النص اه تطبيقي في الدورة العادية. اذا لاحظوا معيات المقدمة لها جوج ديال النقطات. جوجة النقطات الاخوان ما يمكن لناش نزقلوها. انا تنقول لكم جوجة النقطات راه راه شوف راه نص نقطة انت في حاجة لها. جوجة النقطة في المقدمة ما يمكن لكش تزقلها. حفظوا المقدمة. تحفظوا الاخوان المقدمة رجعا. عندوز الى تلخيص المضامين. اذا لاحظوا معي. عندنا مضمون واحد وجوج وثلاثة اربعة ديال المضامين. اذا لاحظوا معي اه اه تلخيص مضامين النص. اه اذا اه المضمون الاول ميل الشاعر الى منادم الى منادمة الاسى ورغبته في الشكوى له. على عكس اه من يعتبر الالام مصدر شقاء للنفس. ثم الفكرة الموالية احساس شاعر براحته في الشكوى واعتباره النفس ارفق به من حنان الاخرين. هاتش اللي قرناه في القصيدة. الا رجعتم معي للقصيدة اقريتها بقيم قراءة متأنية. فهذه هما الافكار اللي بامكانكم انكم تخرجوا. ثم ادراك الشاعر من خلال تجربته في الحياة. ان عهد سرور قصير وان الشقاء هو الرفيق الدائم. مما جعله يميل الى الاسى ويعزف عن اه رغد العيش. اخوان شحاب من فيكم كي يقول لي السادرة ما كان عارفوش كيفاش نستخرجوا الافكار. شافرها الطريقة الوحيدة. الى بغيت تتخرج المضامين هو تقرأ منص مرة اللولى وتعاو تقرأها مرة التانية وتعاو تقرأها مرة التالتة وتعاو تقرأها مرة الرابعة. حتى تفهموا فهما جيدا ومضبوطا. ولا اعتقد بانك لقرأتها ربعات المرات واركستي في القراءة دياله ما غادش تقدر تتخرج المضامين اه الاساسية. طبعا ماشي دروري تتخرجوا به الطريقة هذي. فقط يعني اه المحتوى غايكون يعني بهذا بهذا الشكل. ولكن غالى اسلوبك يختلف. يختلف اني من 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 تلميذ لتلميذ. ثم استزادة شاعر الفكرة الاخيرة استزادة شاعر من الالام والشقاء والاحزان. اه اه اذا لمع للحزن من ادواء ادوار في في تأديبه وتهذيب خاطره ومساعدته على الابداع والاحساس بالاخرين. هذي الفكرة الاخيرة ديال المقطع الاخير يعني في ذيك في القصيدة. طبعا الاخوان اه فقط يعني اه اردتو اه يعني اه ان اشير الى اه شيء معين وهو ان ما كنش فيكم شي واحد الى حدود الان يعني ما رسلياش اه ما خدمش شيء امتيحان ما هذا الامتيحان اللي اعطيت ديال احياء النموذج سواء نص النظري او نص طبيقي. خدمش شيء امتيحان وصفتها لي اه في الانستغرام ما كنش ما كنش انا شوف اه ان شاء الله بحول الله غدي تصفتوا لي اه غد خدموا نص متكامل بالمقدمة ثم بتحليل الى غير ذلك نص منتجم ومتكامل وغدي تصفتوا لي في الانستغرام يعني بصورة ان شاء الله غد انصحوا اه غنصحوا وغنصحوا طبعا غندير عليه فيديو وغدين نقول لكم مثلا هاد 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 الميته هاد اللي يخدم على دل الامتيحان هال خطأ في الدارو هاشنو كان خطسو عليه يدير هاشنو كان شخصو يدير هاشنو نقصو هاشنو خطسو يزيد الى غير ذلك باش من هنا كتستفديوا من الأخطاء ديل 사람들이 خدموا وغند لكنوا وغناخد طبعا شي نموذج ديل الامتيحان من اللي غدين يتصفته أليا يكون يعني نموذج اه مزيان الى غني لهchnet نقول لكم هاد النموذج فهو مشروفا في المعايير ديل اه ديل الامتحان اللي خاص تكون في أثناء إنجازكم الامتحانات إن شاء الله إذن سأنتقل إلى تحديد الحقول الدلالي المهمينة في النص والمعجلة ومتبط بها هو إبراز العلاقة بذات شاعر إبراز العلاقة إخوان شايفيكم لوحد ما كيينسال هذا الجزء من هذا السؤال هذا وإبراز العلاقة القائمة بذات الشاعر شوف راتشي كله عليه ثلاثة نقاط لكن ثلاثة نقاط ماشي غرض دير الحقول المهجمية فقط ولا إنما إنه بالسؤال كله إذن يهي منه في النص حقلان دلاليان شوف بسيط جدا الحقول الدلالية اللي ممكن تستخرجها في سؤال الدات بسيطة سهلة سهلة دائما غد يتلقوا بأن الحقل اللي كيهدر على ذات الشاعر دائما هذي في سؤال الدات لأن شنو سؤال الدات هو الشاعر يسأل ذاته يعبر عن الهموم دياله والأحاسيس دياله والمشاعر دياله انطلاقا من ذاته طبعا باستعمال باستعمال شيء من طبيعة باستعمال شيء من طبيعة أو لا يعني شكواه لنفسه إذن الحقل الدل على الشاعر أو ذات الشاعر دائما واحدة نسبة كبيرة غد يتلقوها في سؤال الدات ثم الحقل الآخر دائما غدتلقوا يا إما الدل على الألم يا إما الدل على المعاناة يا إما الدل على البوكاء يا إما الدل على الحنين يا إما الدل على دائما دائما إنه شيء حاجة عندها علاقة بذات الشاعر طبعا إذا الحقل الدال على الشاعر إذن هنا تحديد الحقول المهمينة في النصي هالحقول المهمينة الحقل الدال على الشاعر والمعجب المرتبط بها نقصدوا بالمعجب المرتبط بها هما هذه الكلمات هدو والمعجب هذا والمعجب طبعا إذا اللحظوا معي هنا استخرجوا هنا واحد مجموعة من الكلمات مش ضروري انكم استخرجون انتم وكل شيء يكفي الى استخرجة واحد واحد التمنياء او التسعود ديال ديال الكلمات فيكفي ثم الحقل الدال على الالم شقاء الالم ضمار الاساش كوال حزن الاحزان اصراب دموع شجيء اعباء الى غير ذلك اذا هالعلاقة يشير المترشح في ابرازي العلاقة الى قدرة الحقلين على التعبير عن عمق استماع شاعر بالالم وما يتصل به من حزن وشقاء اذا هذه العلاقة الى درتي هذا الحقل هذا ودرتي هذا الحقل هذا ودرتي العلاقة عندك ثلاثة نقاط سهلة مهلة سهلة مهلة زوين هاته سهلة مهلة طبعا اذا هاتي ندز الى السؤال الموالي رزل الخصائص الفنية للنصي وتحديد وظائفها بالتركيز على البنية الاقاعية والصور الشعرية اذا البنية الاقاعية الاقاع الاقاع الخارجي اذا اعتماد نظام الشطريني وحدة الوزن والقافية اذا هات شو الى درهما هنا يتم وقدم بإمكانكم انكم تديرون انتم يعني البحر لكن لكن مشهر بدرورة ها انتم بشوفوا كيما أكدت لكم ان البحر مشهر بالضرورة ها انتم معدكة نتالبحر هنا قليننا ٣ة نقطة يعني بإمكانك أنك تذكر البحر أنت وبإمكانك أنك ما تذكرش ولكن غير تشير له تشير له فقط اسمح هاد شي كله عليها نقطة ونص نقطة ونص سهلة بالسف إذا الإقاع الداخلي تكرار بعض الأصوات والمدود مثل السين والشين والميم ثم تكرار بعض الكلمات شقاء النفس الأساء الألام ثم التوازي الصرفي والتركيبي في بعض الأبيات التوازي سواء في الصرف بصرفين في نفس الصرف ثم التركيب أيضا في نفس التركيب إذن وتجلى وظيفة الإقاع في إدفاء البعد الجمالي والموسيقي على نص وتجسيد الحالة النفسية والوجدانية للشاعر شوف شوف كين فيكم لا يقول لها التوازي هذا أنا سيدي ما عرفتش عن التوازي لا صرفي ولا تركيبي كنقصدوب الصرفي كنقصدوب التركيبي فقط سيدي ندر نتغيير التوازي توازي المستوى أنهم يعني آآ توازي مثلا آآ مثلا ما تقولوا أسقامي أعلامي هذا تركيبي يعني في تركيب ديالهم يعني متساويا متوازيان إذن تقطع العروضي ديالهم على القوم بأنهم متساويا نحيي التركيبي أنت سيدي غير غير التوازي ما تقول له لا لا صرفي ولا تركيبي إذن ها الوظيفة ديالهم كما قلت إدفاء البعد الجمالي والموسيقي على النص وتجسيد الحالة النفسية والوجدانية للشاعر سأنتقل إلى الصور الشعرية قالوا لي نغالبيني الإقاعية والصور الشعرية اعتماد شاعر على استعارة في رسم الصور الشعرية التي عكست حالة الشاعر النفسية خلوت إلى الأسى نادمته خلوت إلى الأسى نادمته حصرت عن أسقامي يضمد بالحناني كلامي صحبت الدهرة إذن الدهر مثلا وش الدهر كان صحبه الدهر ماذا كان صحبه الإنسان ولكن ماذا كان صحبه الدهر إذن هنا استعارة الشقاء رفيق وش الحزن ممكن أننا نعتبره بأنه رفيق صديق لكن نعتبره الصديق والإنسان إذن هنا خلوت إلى الأسى نادمته أيضا هاتي أملئي كأس الشقاء إحنا كنا نعرفه بأنه بش كان ملؤه الكأس وبالماء أولا شيء من هذا القبيل وش ممكن ملؤه بالشقاء الحزن الدبني يجعله الحزن مهدباً ولطيفاً وإحنا كنا نقوله الدرجة مسكين مما جعلها تتجاوز الوظيفة التزيينية إلى الوظيفة التعبيرية الإنفعالية وهذا الوظائف ديال البنية الإقاعية وديال الصور الشعرية وديال الأساليب في إحياء النموذجه في سؤال داتو في سكسي البنية وجد رؤية راني يدري تكتب تعليهون وراء إن شاء الله تهو ما قد نخلي لكم الرابط ديالهم من تحت باش تدخلوا تعرفوا عين هدو الوظائف ديال هدو الخصائص لفنية ثم ختاماً سياغة خلاصة تركيبين نتائج تحليل بيان مدى تمثيل النص لتجربة سؤال دات إذن كما قلت لكم الخلاصة أو للتركيب راني غد نخليه لكم إن شاء الله في الرابط يكفيكم أنكم تدخلوا وهذا الخلاصة اللي غد نخليه لكم إن شاء الله فغادي تكون صالحة تقريباً يعني جميع القصائد ديال آآ إحياء آآ النموذج إذن مع لكم إلا تدخلوا وتشوفوا هذه الأشياء إن شاء الله ما غادي يكون إلا الخير إذن أضربه لكم وإذن الحق القادمة إن شاء الله